بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم ان شاء الله المحاضرة دي عن حاجة اسمها درو اردر. اه الدرو اردر دي فيها ايه? تعالوا الاول نشوف الدرو اردر دي بتجي منين? درو اردر دي بتيجي من قائمة موضفاي هنا اهو ندوس شايفين دي دي اسمها او درو اردر درو اردر دي لو دوسنا على الاستهمة يجيب لنا كل الاردر اللي عندها احضار للامام احضار ارسال للخلف هنعرف المهم الفرق بن كل ده هنعرف كل ده ان شاء الله في المحاضرة دي طيب بتيجي منين تاني? بتيجي من هنا كده اهو لو انت علمت على استهمة ده كده مسلا ودوس تيكليك يمين درو اردر اهو بس بيبقى فيها اربع حاجات بس اللي هو اول اربع حاجات في القائمة اللي هناك دي فاحنا نشرح من قائمة موضفاي احبا طيب تعالوا شايفين الدونال دي? الدونال دي اهو تعال اقول له انا عايز احركها اقول له موف ام انتر احطها على السهم ده احطها هناك احطها في الحتة دي احطتها هنا الله دي ما بانيتش ليه ما بانيتش ليه لان الدونال دي الدايرة دي موجودة تحت السهم لان الدايرة دي موجودة تحت السهم طيب عايزة طلحها بره احطها فوق السهم تقوم تقول له اعلم عليها اعلم عليها اهي اتعلمت كده الدايرة كده الوحدة بس اتعلم تروح من هنا كده تقول له الوردر اهو تقول له احضار للاماء طلح حالك في الوش اهي فهمنا فهمنا يعني ايه طيب لأ انا عايزة اخلي اعايزة ارجع كمان اعايزة ارجع الدايرة دي تبقى وارها لأ انا مش عاجبانة قدام كده رح اقول له هنا كده سيند توباك اهي رجعها لي وارها شايفين الدايرة اختفت اهي اهي اهو معلم عليها تاني برينج توفورينت اهو اهو جابها للاود ده طيب يبقى احنا كده فهمنا اول حاجتين اللي هو الفرق بين الاحضار للامام و سيند توباك ارسال الكلف طيب برينج ابوف اوبجيكت برينج ابوف اوبجيكت بيقولك تحط اهو فوق حاجة وليكن مسلا احنا لو عايزين نعمل ده سيند توباك كده اهي ورجع نور اهو اه تعالوا بيقولك اه اه في في الحتة دي برينج ابوف اوبجيكت يعني بيقولك اختار اختار الحاجة اللي انت عايز تطلحها طيب انا عايز افهمك انا مش عايز افهمها لك ازاي الفرق بين الاثنين الاولين دول الفرق بين الاثنين الاولين دول والاثنين التانيين دول اولا هو هنا بيقولك برينج فرونت اه يعني حطها ليهي في الاول خالص تبقى اول واحدة في الاول يبقى انا لما اعمل الدونالد دي اقوله برينج توفورينت يبقى هي اول واحدة اول لير عندي. اول لير ظهر. يبقى هي فوق الكل. طيب. لما قلدي يبقى الدونال دي اخر حاجة تحت. اخر حاجة تحت. طيب. يبقى تحت بتاع 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 التكست دي تحت اللير بتاع الخطوط دي تحت اللير بتاع الضيمتجة. احنا فهمنا طبعا يعني ايه ليرز. وشرحت لكم الريد الليرز بطرقة بسيطة جدا وفهمتوا يعني هي يبقى هي الورقة الشفافة يبقى اخر واحدة تحت بس برضو بتبان لان هي شفافة الا اذا كان حاجة عليها زي السهم ده يبقى دي يبقى اول حاجة او اخر حاجة هنا بقى لا بقولك bring above object يعني هي تبقى فوق ورقة معين تعاني تعاني نختارها كده ويقولي select object اختار الحاجة اللي انت عايز تطلحها للامان بقولي انت عايز تطلحها فوق عايز تطلح تبقى فوق اللير بتاعيcuss ولا اللير بتاعي السهم ده يعني انت عايز تحطها فوق انهي لير انت فاكر حضرتك لما جبتلك الليير ورق شفاف ورع بعضيه ورع بعضيه ورع بعضيه كده بقولك انت اختار بقى الورقة الشفافة دي اختارت الورقة الشفافة دي عايز تحطها فين بقى لو قلت له send bring to foreign هحطها لك في الاول خالص يبقى اول ورقة في وشك باينه كده لا بقول له بقى نحطيالي فوق الورقة بتاع السهمة ده. اهو. بقول لك اه هو بقول لك هو بقول لك الرفرنس يعني. اهي. نقطع نعيد الامر التاني مع بعضينا. نقول له اهو. نقول له ده ده اهو. مش تغيرتش ده مش عارف. نقول له انتر. يقول لك اه اه سيليكت ريفرنس. اه ده الرفرنس. بتاعه اهو. جابها لك قدام. يعني هو جام طلع لك الدايرة. او الدونت. الورقة بتاعتها فوق الورقة بتاعت السهم. تمام? ده هنستفيد بها كتير كتير قوي. اه. لو لو انت شغلت سري دي. طيب. نطبق برضو الكلام على. سين دي تو. اندر اوبزيكت. انا عايز يقول لي اختار او انا اخترت الورقة دي اهي. الورقة اللي مارسونة. عليها الدونت. اه اه يقول لي هترجحها فينا باش ما اندرس. اقول له انا عايز ارجحها تحت الورقة اللي مارسومة عليها السهم. اه ما علاش? هنخطأ. نعيد الامر تاني. اهو. عشان ستة دوس امتر. سين دي تو. اهو. اقول له انا عايز الورقة دي. اهي. ودوس امتر. يقول لي سيلكت ريفرانس اوبزيكتس. اقول له اهو. ارجحها الورقة. تمام? تعالوا نرجح كرابة انطبق زد عشان عايز اجيش بحاجة. تعالوا بقى انخش عالمهم. المهم اللي هو ايه? المهم اللي هو باقة الحاجات دي. يقول لك مسلا والله انت لو عندك دي كده مسلا اهي. نقول له ام انتر. ده تيكست اهو. تيكست دي مش باينة من السهم ده. فيجو هنا اقول له. انا ممكن اطبق عليها ايه باش مواندس. اطبق عليها يعني ادوس كده. واقول له اها. واقول له اهو. يوم طلحها لي فو. طيب. لا انا مش عايز كده. انا عايزه يطلع لي اي حاجة كتابة في اللوحة لقدام. مش 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 الرسمة دي بس. مش 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 التيكست دي بس. مش مش الستطر ده بس. لا. انا عايزه اي حاجة مكتوبة بامر تيكست. يطلحها لي يخليها لفورنت. اللي هو الامر ده. اه اه اي تيكست موجودة في اللوحة. يطلحها لي لقدام. شوف هو حتى ما قال ليش لما اخترت الامر. ما قال ليش اختار. ليه? لانه هو اخترت القائل. اي تيكست موجودة في الدنيا. اه في الموديل في اللوحة. طلحها لي عملها ليه برينج تو فورنت. حتى خليها لي فوق الدونت. شايف حضرتك? التيكست حاليا مكتوبة فوق الدونت. اهي. يبقى هو خليها ليه اول ورا. طيب. دي دي حاجة. تعال نشوف الحاجة التانية اللي هي. اهي. برينج ديمينشان تو فورنت. يقول لك خليني اي ديمينشان موجودة في اللوحة. تو فورنت. قداء. انا عايزة عايزة ديمينشان دائما انت بقى قداء. ولما يخليها لك قدام انت لسه عاملت تيكست قداء. يبقى هي انت بخلي تيكست بالوقت اول اول ليهر موجودة في الرسم. اعلى ليهر موجودة في الرسم. لو جيت عملت بعديها الديمينشان يخلي لك الديمينشان فوق التيكست. اكيد. اخر امر الطبق اللي هو الديمينشان. وكذلك برينج اللي يدرس. يخليه لك في الاول. اي مكتوب اللي هو الديمينشان بس بحاجة تانية. دي بقى اللي مهمة جدا. يخلي لك احيانا الهاتش لما يكون جاي فوق العمود بيبقى شكله بيق جدا. الهاتش لما يكون جاي فوق اللي يربط على العمود بيبقى شكله بيق جدا. فهو عندك امر هنا انت بتعب بقى. تعادد دي. اهو. وتحدد دي. وتقول له لك 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 ما عندناش الكلام ده. انت روح هنا كده. وقول له كده امر بسيطة. اهو. رجعلك اي هاتش موجود في اللوحة للاخر خالص. رجعه لك بقى اخر حاجة تحت. الهاتش ده مش ضروري اما حاجة يكون باين عندي وخلاص. يبقى مهمة جدا جدا. ان شاء الله يشوفكم في محضرة جديدة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.